اليوم عنا اول طبق رح يكون طبق صيني رح نبتدي بالمكارونا بالفراغ على الطريقة الصينية رح نحضر مع بعض طاير مسكرة لحتى نكون عم نحكي عن فطور صحة واخيرا رح نحكي بالتفاصيل عن البوكوليات ورح يكون عنا فقرة عن الكولون العصب اللي منتشر كتير خاصة عنا هون بمصر ورح نعمل بالاخر صلاتة البوكوليات خلونا نبتدي ونشوف المقادير طبع اول طبق مكارونا فتو تشيني مع الفراغ نحن بحاجة للمقادير مكارونا فتو تشيني معلقتين كبيرة زيت نباتة بصلة مفرومة شرائح كيلو صدور فراغ مقطعين مكعبات كوب فطر مقطع معلقة صغيرة بابريكا معلقة صغيرة فلفل ابيض معلقة صغيرة كاري كوب بازيلا كوب جزر مقطع صغير كوب فلفل احمر مقطع صغير كوب فلفل اصفر مقطع صغير نصف كوب ماء وربع كوب صلصة السوية لكن هيدا هي المقادير لما نقول طبق صيني طبعا اول شي بننفكر فيه هو وجود صلصة السوية ووجود الخضار الكتير المختلطة مع بعضها وخاصة الفلفل الوان البصل والفطر اللي موجودين قدامي هوني هلا كمي لما بدنا نقول بدنا نطبخ بطريقة صحية متل ما شفتين شايفين بالمقادير انا حتى صوية صلصة السوية بس مش حتى ملح وبدنا ننتبه عادة الاطباق اللي هي بتقول تسمى اطباق صينية بتكون مملحة كتير بسبب وجود صلصة السوية وطبعا للاشخاص اللي عندهم ضغط دم عالي للسيدات الحوامي للاشخاص اللي جسمهم بعب مي كتير للاشخاص اللي عندهم مشاكل بالكلة بدنا ننتبه على نسبة الملح اللي عم نتناولها مشن هيك بدنا نتناول لما نحط صلصة السوية بكمية معتدلة ما بدنا نكون عم نحط الملح رح ابتدى اول شي طبعا حطيت الحلة على النار رح اخد كمية الزيت زيت نباتة كمية قليلة بطبيعة الحال مانا بحاجة لاكتر من معلقة او معلقتين حسب طبعا كمية الفراخ اللي عم نحطرها انا حطيت زيت نباتة ممكن تحطو زيت زيتون ما في اي مشكلة كمان مثل ما انتو بتحبو من بعد ما يكون شوي يحم الزيت على النار رح نرجع ناخد البصل ونقلب البصل على النار مع الزيت طبعا ما نحط الخضار تدريجيا يعني عنا البصل عنا الفلفل اول ما يبلشو شوي يستوه مناخد الفطر المقطع هلا الفطر اللي عم بستعمله هون هو فطر معلب مانا مش لازم دايما نكون عم نستعمل الفطر التازج انما نتبهو كرميل كمانا نكون عم نخفف من كمية الملح اللي موجودة بالمعلبات بدنا نغسل الفطر منيح قبل ما نستعمله بالاكل منغسله منحط منحط له مي طبعا منغسله كزا مرة ومنرجع منصفيه وبصير جاهز تنحطه مع الاكل وهيك بنكون كمان خففنا نسبة الملح اللي فيه لكن منقلب شوي البصل على النار ورح ارجع حط الفلفل فلفل احمر وفلفل اصفر كمان منقلبون قبل ما نرجع نحط الفطر لكينا متل ما قلتلكم بدي حط الخضار كله وبعد عندنا الخضار المشكلة عفوا لكينا عندنا خضار المشكلة اللي هي عندنا هون الدرة عندنا كمان البازيلا عندنا الجزر اللي مقطع صغير وعندنا الفصولية الخضرة يعني اكلة مليانة خضار وهيدا الاساس متل ما كنت دايما نقلكم بالمصم الاول ورح اتضلكم عم تسمعوني تقريبا عم بقول نفس الاشياء مع اكيد معلومات زيادة رح يكون رح يكون في كتير ناطرنا معلومات زيادة وفقرات جديدة بالموسم الثاني انما في معلومات لازم نضلعها من عيدها لنحفظها متل انه لما بدنا نطبخ نركز بكل اكلة من حضرها نحاول طبعا بكل اكلة من حضرها نحاول يكون في عنا خضار كتير كل ما كترنا من الخضار كل ما صار في الاكل صحية اكتر مع اتصال مسال خير ازايك يا سارة تمام الحمدالي على السلامة مرسي الله يسلمي انا فرحانة جدا من البرنامج رجا وبجدزة انا مخصوصة انا صيفكي عاطل تليون وبجدزة برنامج مفيد جدا وكلنا بنستفيد منه تسلميلي يا سارة وان شاء الله تكوني حباية الديكور الجديد والحل الجديد طبع البرنامج هو البرنامج بيتي كله جميل تسلميلي يا سارة مرسي كتير وان شاء الله يكون على حزن ظنكم وظن كل المشاهدين بالمعلومات وبالاطباق سارة انا سامعتيك عم تسمعين من التليفون ايوة اوكي عم بقلك ان شاء الله يكون البرنامج عم تحسن ظنك وظن كل المشاهدين حلو جدا حلو جدا ويا رب تستمروا من مجاح لمجاح ان شاء الله مرسي يا سارة تسلميلي تسلمي اه انا كان عندي سؤال انا في شهر السابع ووزن بيزيد والدكتور قال لي ما كلش نشويات ده صح والله غلا وزنك بيزيد حسب قدي بيزيد يعني قدي يصير يعني هلأ بالشهر السابع كم كيلو صرت زايدة لأ كتير لأ قليل يعني يعني اكتر من عشرة كيلو اه اوكي يعني كتير هو مفروض بالسابع تامن تاسع كل شهر نكون عم ناخد فيه اثنين يعني من اثنين لثلاثة كيلو وهلكون ماكسيموم الوزن اللي منوصله اخر الحام طبعا هدا الشي نتكل على على بداية الحامل السيدة كيف بلشت حاملة كان اصلا عنده وزن زايد ولا لأ كان وزنة قليل اذا اصلا كان عنده وزن زايد يعني انت اصلا عندك وزن زايد ولا وزنك طبيعي لأ وزني طبيعي طيب وزنك طبيعي هدا الشي كويس لانه لو وزنك طبيعي مبلش بالحمل بوزن طبيعي آآ هدا الشي بخولك انك تاخد ممكن مسنوح تاخد شوية وزن زايد اكتر من الست اللي اصلا مبلش وزنه بيه اللي مبلش حاملة بوزن زايد هلا ازا عم طولي لي اخد اكتر من عشرة كيلو اي هون بدنا نبلش شوية ننتبه لانه بعد عندك السابع كله والتامن كله والتاسع لهن اكتر شهور لازم تكون السيدي عم تاخد فيهن وزن بطبيعة الحال لانه البيبي هو اللي رح يكون عم يكبر وبحاجة انه يكون عم يتغزى فهوني انا اللي بنصحك فيه انك تكتري خضار كتير فكهة اكيد تاكلة بس اقل من الخضار لانه الفكهة فيهن سكر يعني ممكن حبتين فكهة باليوم بس طول اليوم نكتر الخضار اكتر ناكل بتنجين ناكل كوسة ناكل البوكوليات انا اليوم رح حدد صلطة بوكولياتك كتير صحية وكتير مفيدة لقالك خاصة بحالة الحمل النشويات هلا انا ماني مع انه نقطع نهائيا ممكن ما نحطها على كل الوجبات يعني مسلا ما نتعشى وجبة فيها نشويات الا ازا ما كنتي عم بتحس بالجوع هي المشكلة انه ازا قطعنا النشويات بالنهاية الست الحامل بدات جوع فشو بديك تعاود بالليل بدل النشويات البوكوليات يعني مأكولات تحتوي على الياف غزائية مثل الفول الحمص البازلة الخضار اللي فيها الياف البروكولي الارنبيت المتل ما قالت كمان عن البتنجين الكوسة كلها هايدي الخضار ازا كانت موجودة على العشاء بتخفف شوي شعور بالجوع بالليل وممكن تفتري معيش او مع نشويات تتغدي كمية كتير قليلة من الرز والمكارونة تمن وقفهم نهائيا وبالليل تشيل النشويات هيك بيكون احسن تمن كنا شلناهن نهائيا للنشويات سارة عم تسمعيني سارة عم تسمعني من التلفزيون يلا خلينا نحط التوابل هلا متل ما قلنا ملح ما راح نحط راح نحط فلفل ابيض راح نحط الكاري اللي كمان نوع من انواع التوابل اللي معروف انه بيكون موجود ان كان بالاكلات الهندية معروف اكتر بالهند بس كمان بيليق كتير انه نحطه بالطبخات الصينية ورح نحط شوية فلفل اسود مش كتير لانه طبعا حطينا توابل كتير راح نحط تقريبا نص معلقة فلفل اسود نرجع نقلبون نخلط التوابل مع بعضه نميح قبل ما ارجع زيد صلصة السوية صلصة صلصة السوية نتركها الاخير وبننطر لحتى الفراغ تكون بلشت تستوي قبل ما نحط الصلصة انا راح حط ربع كوب هي عادة الاكلة تحتوي على اكتر من هيك صلصة السوية لانه لازم تكون تجوس يعني لازم يكون فيها عصير الاكلة فتنعود الكمية القليلة من صلصة السوية راح نحط شوية ما تنشف الاكلة معنا بسرعة رمشن هيك تما حط كمية كبيرة من صلصة السوية وانتو كمان عندكن بالبيت بدكن تستعملوا صلصة السوية اه في شغلة كتير مهمة نسيت اذكرة انو صلصة السوية نجيبها لايت يعني بتحتوي على خمسين بالمية اقل من الملح فكرمالي نعود وجود صلصة السوية منزيد شوية ماي منقلل صلصة السوية لربع كوب بدل نص كوب ومنزيد نص كوب من المي هيك الاكلة بضل فيها ماي وبتستوي على مهلة طبعا هلأ راح غطيها راح خفف النار عنا وانتركها تستوي شو رايكم نطلع فاصل صغير ما راح نطول عليكم وبعد الفاصل راح نرجع لحتى نحضر مع بعض طاير كتير طيبة وكتير صحية لوجبة الفطور بريكم ومنرجع موسيقى